طيب كله بالقانون الاهلي في ازمته اللي حصلة حاليا ازمة مباراة لم تنتهي مع صفيرة الحاكم الاهلي والنجم الساحلي في استاد رادس والجمعة اللي فاتت ايضا الاهلي بيسلكوا الطرق الشرعية القانونية المحترمة شفتوا حضراتكم عمل مذكرة للاتحاد الافريقي ومش بس كده ايوا مش بس كده الاهلي مستمر في التصعيد الاهلي ينوي ان يذهب بعيدا وبعيدا جدا بشكواه ضد ما حدث من لجنة الحكام في الاتحاد الافريقي ضد حقوق النادي الاهلي المفترض خلال الساعات القليلة القادمة هتشوفوا خطوات مهمة جدا في سعي الاهلي بعيدا حفاظا على حقوقه عشان تتأكدوا الاهلي ما بيسكتش وما بيفراتش ممكن يتوقف لحظة هنا صد السنتين اللي فاتوا تعرض الاهلي او ثلاث سنين لظلم فادح وكان عندنا انتقادات اه ان ازاي اصحاب النفوذ المصري في الهيئات الدولية ما بيحتضروش زي اللي شفنا في تونس وزي اللي شفنا في المغرب حقوق انديتها وتحديدا للنادي الاهلي وان كان هو يعني الحقيقة هم وقفوا مع نادي زمالك كثيرا لكن اه 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 يعني انما يستحق كان نادي الاهلي ولو كان شاف هذه المساندة ربما كان ادل في سياق البطولات اللي حتسرودها اللي راحت بالسرق عيني عينك انه كان يحفظ على واحدة او اتنين منه لكن انتقادنا الكائنات وتحديدا اه يعني قلنا ان المهندس هنا بريده بقامته الدولية يستطيع ان يلعب دور مهمة عايزين نشوفه ونشدنا وقتها يعني يا باش مهندس الكورة المصرية تنتظر منك اه يعني مساندة وتطوير بحكم خبراتك ومكانتك الدولية لازم نقول النهاردة ها وانت حتقول بعض التفاصيل ان يبدو انه المرة دي لا المهندس هنا بريده حيكون له دور في ان الحق يتم مسندته في المشوار القادم لانه يستطيع ان يفعل هذا وهنا واجبنا وحقه ان نشيد بموقفه نشيد بموقف المهندس هنا بريده لانه كما اعلم ويعلم المهندس عدلي جيدا انه على التواصل من بعد المباراة مع الكابتن محمود الخطيب اه داعم جدا لموقف النادي الاهلي متفق جدا على حجم ما تعرض له النادي الاهلي من ظلم في هذه المباراة وداعم للاهلي في سيره الى ابعد مدى دفاعا عن حقوق مشروعة واضحة وصريحة ما حدث في مباراة لم تنتهي مع صفيرة الحكم لانه مزال الرغي مستمر مزال الجدل مستمر مزالت الشكاوة مستمرة ومش هتوقف عند حدود لجنة التحكيم في الاتحاد الافريقي ومش هتوقف عند مذكرة الاهلي للكاف الاهلي ينوي ان يذهب بعيدا دفاعا عن حقوق ده ما هو عايزين نوفينا بس اللحظة برضو خلني عشان ما ننساش حاجة لجنة التحكيم في الاتحاد الافريقي انا ارجو من كل الكينات المصرية تشوف الناس بتجيب حقوق حقوق انا بتكلم على حقوق ما مش عايز حد يجامل عندها مصرية ولا النادي في الغلط ولا في الزول انما كمان كل ما نسمع وقائع فجة يقولوا ان ما فلان كان موجود وفلان كان حاضر ما ينفعش هذا الكلام لانه تاريخيا هتيجي اللحظة دي تنتهي تقصد رئيس لجنة الحكام سليمان الجيبوتي قالك مع كابتن عصام عفتاح عضو اللجنة عضو لجنة التحكيم في الكاف كيف يحدث هذا كابتن عصام وانت موجود في اللجنة وده حقك وكان عندك السبب وهو موجود في تونس واذا اعتبرنا موجود في تونس على طول محليا حتى هو على طول في تونس على طول في تونس ولذلك شفنا التحكيم وازاي ان الشمال الافريقيا يبقوا المصريين يعني ما فيش مشكلة انك تحقق مصالح للتحكيم ولنفسك ده وضع طبيعي وبشري لكن مش على حساب مصالح واضحة للكينات اللي زي النادي قالي اللي هو بيأثر على تاريخها وعلى سعادة الملايين لا لابد ان يكونوا نقفة احنا بالناشد ادوا الحقوق للناس ما يكنش اللي بيحصل ده صح لان كابتن عصام لو اعتارد كان عنده زريعة ما ينفعش الراجل ده يتعين ليه يا سيد النادي الاهلي مرتين واربعا شكرا